بسم الله الرحمن الرحيم عن النقيب أحمد الغزالي قاد العملية العسكرية بأعزاز في تاريخ 19-7 وبعون الله وبحمد الله وفضله تم تحرير أعزاز من الأمن العسكري وعصابات الأسد والجيش المتواجد فيه وتم تدمير كافة الدبابات التي دخلت إلى أعزاز أعزاز مقبرة الدبابات أعزاز مقبرة جنود الأسد أعزاز مقبرة عصابات الأسد بإذن الله والرحمة لشهدائنا الرحمة للنقيب النقيب البطل النقيب نمر الذي استشهد في نبينة الأعزاز هذا البطل النقيب نمر الذي استشهد لتحرير أعزاز وعصابات الأسد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر دبابات الأسد جنود الجيش الحر يدعسون على دبابات الأسد يدعسون على دبابات الأسد هيا دبابات رسالك والله خرب أجلك والله ستنتهي والله ستسخط على عقداننا تهينك يا قدس تهينك الله أكبر الله أكبر هيا دبابات رسالك يا شباب خاضي أهلنا نصورنا مقطعين هيا دبابات رسالك ها هم جاهدين ها هم جاهدين ها هم جنود الله ها هم جيشنا ها هم جيش الله أكبر الله أكبر ها هيا دباباتك يا بشار ها هيا دباباتك يا بشار سقط تحت أقدام المجاهدين والله سيدة عسالة رسالك كما سيدعس على دباباتك والله يدعس على رأسك كما سيدعس على دباباتك يا ديوت يا ديوت يا ديوت يا ديوت الله أكبر الله أكبر والله خرب أجلك آية دباباتك وأوى جيشك والله خرب أجلك والله العظيم سيد أعس على رأسك كما ندعس على دباباتك لبيك لبيك يا الله لبيك لبيك يا الله لبيك لبيك يا الله لبيك لبيك يا الله لبيك بزر الله زحف حشام هيا الدبابات هذا مظهر هم خفوه الله أعظم الله أعظم سحبوا أكثر من عشرين دبابة سحبوا معطوبات عشرين دبابة اللهم أكبر والله الحمد بقي لديك الدبابات فنحن رابطونا هنا إن شاء الله إن شاء الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أبواناس المتحدث الرسمي باسم الكتائب في مدينة تعزاز قام أبطالنا في الجيش الحر وفي كتائب أحرار الشام وكتائب أحرار الشمال بتحرير مدينة تعزاز وتطيرها من رجس الخوانة والمجرمين والقتلة والله أكبر ولله الحمد حيث تم إصطاء الطالبات إلى حد الآن والحمد لله وهذه مواقع الجيش المجرم الجيش المجرم الله أكبر ولله الحمد تكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شكرا